خلاصة هذه الرحلة بدأ علم النفس بالحديث عن حقيقة الروح عند أفلاطون في عهد أفلاطون وفلاسفة الإغريق قسموا قالوا الإنسان له جسم وهناك شيء آخر وهو الروح الروح هذه وجود مستقل عن الجسم فبدأوا يبحثون في موضوع الروح صار علم النفس متمركز حول موضوع الروح هذا في عهد أفلاطون ومن بعده من فلاسفة الإغريق بعدين لاحظوا أن الروح ليست وجودا ماديا يمكن النظر إليها بالحواس وإنما لابد من التعامل مع موضوع الروح عبر العقل فانتقل الحديث في علم النفس من الحديث عن الروح إلى الحديث عن العقل باعتبار أنه هو الذي يدرك الروح والنفس فأصبح علم النفس بعد أن كان متمحورا حول الروح تمحور حول العقل بعد مدة شافوا العلماء أن ما يرتبط بعلم النفس من العقل هو جانب الشعور الشعور اللي يصير عند الإنسان هذا هو ما يرتبط بشكل مباشر بعلم النفس فما لنا شغل إحنا نبحث في العقل بمختلف جوانبه خلي نركز على جانب الشعور فانتقل البحث في علم النفس من الروح إلى العقل ثم من العقل انتقل وتمحور حول البحث في الشعور واستمرت الحالة ثم لاحظ العلماء أن الشعور ماذا يعني ماذا يهمنا من الشعور اللي في داخل نفس الإنسان يهمنا العكاسات الشعور وهو السلوك الخارجي الذي يصدر عن هذه المشاعر التمظهرات الخارجية إذن علينا أن نروح بشكل مباشر إلى سلوك الإنسان الخارجي فانتقل علم النفس من البحث في موضوع الشعور أكثر إلى البحث في موضوع السلوك صار عندنا كم مرحلة؟ مرحلة العلم الروح المرحلة الثانية مرحلة العقل التمحور حول البحث العقلي المرحلة الثالثة التمحور حول الشعور إلى أن وصل علم النفس إلى المرحلة الرابعة وهي التمحور حول علم السلوك أصبح علم النفس المعاصر الآن يهتم ببحث سلوك الإنسان أحد العلماء علماء النفس المعاصرين ودورث يلخص هالمسيرة لعلم النفس بعبارة مرحة مو قلنا ننتقل من الروح إلى العقل إلى الشعور إلى السلوك يقول إن علم الناس عند أول ظهوره زهقت روحه يعني مرحلة البحث في الروح ثم خرج عقله ثم زال شعوره ولم يبق منه إلا المظهر الخارجي وهو السلوك هذا يلخص